حتى في أعظم المشاكل وأكبر المصائب التي لا يمكن الشخصين أن يختلفا فيها على مدى خطورتها نجد نفسنا في آخر قائمة الدول التي تطلب اللقاح العالم كله مرتعب من تفشي الفيروس ويوفر اللقاحات ويفتح باب التصابق لعقد اتفاقيات مع الشركات المنتجة للحصول على احتياجاته إلا نحن نختلف في المسلمات ليبيا لا يكاد يتخطى أزمة ليدخل أزمة أخرى ولم تسلم البلاد من أزمات لتصل إلى اللقاحات فبعد استلام الجرعة الأولى من اللقاح الروسي جاءت أزمة عدم توفر الجرعة الثانية من سبوتنك رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الموعد المقرر لمنتظر الجرعة الثانية من اللقاح كشف نقيب أطباء ليبيا في وقت سابق أن الحكومة كانت على علم كامل بأن أعدادا كبيرة من المواطنين كان يتوجب عليهم الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد نحو ثلاثة أسابيع أو أشهر من الجرعة الأولى هذا وبالرغم من مصول شحنات من اللقاحات للفيروس من إيطاليا ومالطا واليونان وبعد كل هذا التأخير وهذه الأزمات التي صاحبت ملف كورونا ها هي مشكلة أخرى تطفو على السطح تفاصيل هذه الأزمة جاءت حينما أرسل رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة على الدين المثلات خطابا إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة طالبهما فيه بإيقاف توريد شحنة تقدر بمليوني جرعة من لقاح الصين الصنع مضاد لفيروس كورونا بسبب الأسعار المبالغ فيها ومصاحب إجراءات التوريد من غموض الخطاب أشار الاستعجال الحكومة في وقت سابق بتوريد ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كورونا وبالرغم من عدم تمكنها من التصرف في الكميات السابقة بسبب عزوف المواطنين عن تلقي لقاح الصيني ووجود كميات كبيرة بمخازن وزارة الصحة بعضها مهدد بانتهاء الصلاحية لافتا إلى أن رصيد الجرع وصل في نوفمبر الماضي إلى أكثر من خمسة ملايين جرعة بالإضافة إلى شحنات اتفاقية كوفاكس وعاد الخطاب ليشر إلى اتفاقية التي طالب بإيقافها موضحا أنه اطلع على اتفاقية مبرمة بالمخالفة عن طريق وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بأمر التكليف الصادر عن وكيل وزارة الصحة لشؤون الفنية والديوان لشراء مليونين جرعة من اللقاح الصيني بقيمة 52 مليون دولار وأبدى الديوان تحفظه على الكميات الموردة والأسعال التي يرى أنها مبالغ فيها خاصة مع ما صاحب إجراءات التوريد من غموض مطالب الرئيس الحكومة ووزير الصحة بإيقاف تنفيذ الاتفاقية وعدم اتخاذ أي إجراء من شهن توروط الدولة توريدات ولا تحتاجها أو الاستمرار في إبرام اتفاقيات يكتنفها الغموض ولا داعي لها هل توغل الفساد في أمتنا الليبية ليطال أرواح الناس أيضا؟ وهل أرباح الناس باتت رخيصة إلى هذا الحد؟ الدول تتكاثف لحماية شعبها ونحن نبيع بأرخص الأثمان